اذا كلمنا عن المعلومات فهي من سنة صغيرة جدا يعني اصغر مما الواحد يتخيل شوف الاطفال بيبدأوا يفهموا نبرة الصوت اذا كنت انت غاضب ولا مبسوط ولا ايه من سنة اربع شهور اربع شهور شهور يعني لو مثلا ام عندها بيبي وبتزعق فيه حيعاية حيبصرها كده ويعاية تهيب مش فاهمها مفردات كلامها بس هو فاهم انها كده غاضبة او انها كده مبسوطة منه لو بسط له وابتسمت حيبتسم لها فاحنا بنفتكر ان اطفالنا ما بيفهموش لأطفالنا بيفهموه فمن سن الدايبر من سن الحفاض اثناء تغيير الحفاض دايما لازم يعني نقول للطفل ان هو الحفاض ده ما حدش يغيره لك غير فلان وفلان وفلان لما الطفل يبقى كلما يغير الدايبر يعني يسمع الكلام ده هيعمل عنده حاجة اسمها ارتباط شرطي ويعني ياريت الناس اللي هي بتقولك لأ وما يفهمش وللغاية سن كذا سنة ما يفهمش الله يكرمكم حدش يفتي فيما لا يفهم نرجع لأهل العلم لو انا كلامي غرط حد متخصص يقول لأ ساعات يجي لك حد من أسرتك عريبك يقولك لت الدخلة نعمل ايه وتنصحيهم كتير قوي تنصح تقولي ايه بقى لا احنا بنمسك ورقه وقلم ونعملها بشكل منهجي وبشكل علمي يعني وناخد بالنا من ايه ونتفدأ ايه ويبقى معنا ايه واحتياطي ايه وحصل ايه جرى ايه وكلام ده يعني فيه شباب كتير جدا لما بتيجي بعضهم البعض ينصح غلط يابدو برضو ما دي برضو قلة ثقافة ولو تاخد شاب صغير عنده 24 سنة بتجاوز ياخد منشطات وياخد معرفشه والبعض ينصح ياخد مخدرات وياخد معرفش مين والبعض يقول يخد على اعتباره هو بيخدموه هل المخدرات بتنشط الجنس شوف والمخدرات دي أصلها كلمة كبيرة قوي فيحنا بنتكلم مثلا عن الحشيش الحشيش بيعمل حاجة اسمها هلاوس جنسية فيخلي ان هو يهيأ له ان هو فيه حاجات كتير قوي قوي حصلت وهي مجرد هلاوس هلاوس بالمناسبة عشان لمعرفش يعني ايه هلاوس هلاوس دي معناها ان هو بيرى اشياء فعلية ويسمع اشياء فعلية وهي غير موجودة ده معنى الهلاوس عشان لما يصحى ممكن يحلف على مصحى في النضاء حصل وهو مش كداب لكن هذا هو ما تراء له تمام تناول المنشطات بالنسبة لشاب صغير لا اخيانا بس عشان ما نسيبش المخدرات الخمور مثلا الخمور يعني في بعض الاحيان بتساعد على سرعة حدوث الاسارة لكن ده ما يمنعش ان هي حرام لانها على المدى كمان الطويل بتضر جت فيعني مش معنى ان هي حاجة بتفيدنا في حاجة ان احنا نعملها لانها بتفيد الكلام ده انت لا مضطر ولا هو دوى ولا حد كتبه مسئول ولا اي حاجة فانت ما تكتهدش كنت بتسأل على المناشطات والحاجات دي طبعا ممكن جدا الشاب لو مش محتاجها يعني لو ما عندوش ما يدعو ان هو ياخدها بس اخدها من باب الاحتياط يعني او من باب الزيادة في الطاقة ممكن ان هو ما ينبوش منها اي حاجة غير الاعراض الجنبية بتاعتها فتلاقي ان هو دماغه حتتفرتك من الصلاع وزوره واجعه وعني حمره واجعه وحرقاه واذنه بتصفر وبالتالي اصلا مش هيعرف اساسا يدخل في الموت بتاع العريس يعني فممكن اوي المسألة تبوز عليها علشان خطر اللي هو اخده ده ليه المرأة المصرية عندنا بعد منتصف الارباينات بتشعر انها خلاص انتحت موروث اجتماعي لان هي في السن دا كتير برضو كتير اوي لانها في السن دا بتكون غالبا جاوزت ولدها فبتحس ان هي سلمتهم الراية بتاعت الاستمتاع الجنسي وهي خلاص بقى يعني هل في حد اقصى لاستمتاع الجنسي عند المرأة رجل لا يعني في سن معين رجل لا يستطيع بعدها اول مرأة انها تستمتع جنسيا مهما بلغت من سن مهما بلغوا من سن بذات المرأة يعني المرأة هو اللي بينخطي عندها الدورة الشهرية وشوية تبعات بقى شوية جفاف على شوية يعني التهابات موضعية بسيطة اللي مش واخد بالها او اللي مش بتتفداها الرجل هو يمكن بيشتكي اكتر بكتير يعني هو احتمالات ان هو القدرة الجنسية بتاعته تقل اكتر عند الرجل بكتير ده سو كولد بسموها اللي هو ما يسمى بالاندرو بوز اندرو اللي هو ذكر يعني بوز اللي هو البوز يعني امتى الرجل غير قادر جنسية ممكن يفضل لغاية سنة 80 سنة قادر جنسية انا بتكلم ان هو النسبة اللي بيشتكوا من ضعفة جنسية الرجال اكتر من ستات لكن مفيش حاجة معينة اللي هو يلا بقى يلا حنروح لا مفيش الوقت ده هل الشعور عند المرأة بفكرة انها لما بتبلغ او الطمس بينقاتل عندها في حدود تجربتك حتى كطبيبة هادي بتخلق شعور عند الرجل ان هو في زهوة عنده اكتر فيفكر تجاوز تاني هو مش في باله حكاية يعني زواج التاني مرتبط بسوق العلاق الجنسية بين الرجل ومراته اشوف هو في حاجتين هو في رجالة بتتجاوز تاني من باب فراغة العين ان هو عايز يشعر ان هو مازال مرغوب في السن ده وان هو لسه فيه بنت او بنات يعني صغيرين او امرأة بتبتدي تتودد له وتقرب منه وكده وفيه راجل بيبقى نتيجة كرد فعلة لتصرفات زوجته ان هي بتتعامل على انها نحن جبيرنا وخلاص والموضوع خلاص على كده فيه تصريح لكي لما قيل عمل ازمة عندما اجازتي ممارسة الجنس مع السيكس تويز او مع الالعاب الجنسية هل انتي النهاردة تحب يترجع التصريح ده مرة تانية او تترجع عنه او تقولي لا انا غلطت في التصريح ده اشوف هو دايما الهجوم بيجي من الاجتزاء اجتزاء اه يعني انت اللي يرجع احنا قلنا الكلام ده مع بعض في مضوح اللي يرجع الحلقة دي يشوفها من اولها الاخيرها عمر وما حاجة انا ما حينتقد حاجة لانها جات في السياق يعني لكن الاجتزاء ان انا اولا انا غير مؤهلا انا اجيز او لا اجيز يعني ده مش حاجة خالص لكن احنا انا كل اللي انا بعمله لانا بوضح الخلفية العلمية لأي شيء كنت انت بتسألني عنه فالساكس تويز دي مش مسألت ايه اللي يعني يوجيزها او ايه اللي لا احنا اللي كنا قلناه ان هو فيه اطار الزواج للاستزادة من المتعة فدي من باب الفنتازيا الجنسية ده اللي احنا قلناه بالظبط الفنتازيا يعني الخروج برا الواقع شوية زي المشاهد التمثيلية اللي ممكن يعملها الزوجين على اعتبار ان هي مثلا تقوم بدور تاني او تتكلم بطريقة مختلفة عن الطريقة بتاعتها العادية او يخرجوا خارج الاطار شوية النمطي في العلاقة كل الكلام ده يعني في نفس السياق يعني